مازالت القهوة عند البعض ايقونة الصباح وناقوس النشاط وبدء العمل قاضي المحكمة العليا في لوس انجلس يرى العكس من ذلك وقال انه يتعين على بائعي القهوة في ولاية كاليفورنيا التحذير من انها قد تسبب سرطان والسبب في ذلك ان مادة كيميائية تنتج خلال تحميص القهوة وهي مادة مسرطنة معروفة هذه المادة كانت سببا رئيسا في صراع قانوني استمر لمدة ثمان سنوات بين منظمة صغيرة غير ربحية وكبرى شركات القهوة المدعي قدم ادلة على ان استهلاك القهوة يزيد من خطر حدوث ضرر على الاجنة والرضع والاطفال والكبار القاضي الياهو بيرل يرى ان صناع القهوة فشلوا في تقديم اي اثبات لمزاعمهم بان استهلاك القهوة يوفر فائدة لصحة الانسان وكانت الدعوة القضائية رفعت ضد احدى اشهر شركات بيع القهوة وتسعين شركة اخرى بموجب قانون مثير للجدل اقره الناخبون في كاليفورنيا عام 1986 الذي يرجع الفضل اليه في التخلص من مواد كيميائية مسببة للسرطان من منتجات كثيرة طلعت موسى العربية